السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا بعنوان المفاعلة السعوية المفاعلة السعوية ديت رمزها XC يبقى المفاعلة السعوية رمزها XC اسمها المفاعلة السعوية ودي بتقاس بالأوم يعني ايه مفاعلة طالما أوم يعني مقاومة أو معاوقة أو أي إشي يعيق التيار في دوائر التيار المتردد يعني أنا دلوقتي لو عندي دايرة فيها مكسف وفيها مصدر تيار متردد مصدر تيار متردد بالمناسبة رمزه كده التيار لما بيجي يمر بيغير ترجاهه بكل شوية مع المكسف فبيلاقي مقاومة من هذا المكسف وبيبقى قانون XC بيساوي واحد على أوميجا سي أوميجا دي اسمها السرعة الزاوية السرعة الزاوية كانت بتساوي اثنين باي اف يعني واحد على تو باي اف سي يعني كل ما يزيد التردد تردد بيتأسب الهرتز كل ما يزيد التردد كل ما يقل ايه كل ما يقل المفاعلة السعوية أو مقاومة هذا المكسف للتيار جميل تعال نشوف في اسوال المعنى كده بعد ما دينا المقدمة ديت عشان نقدر نشوف الاسئلة بتيجي ازاي السؤال بيقول لي آآ ثواني بيقول لي عند اي تردد ستصل مفاعلة مكسف سعته السعة ليسي عشرة مايكرو فراد يعني عشرة استسالة بستة عشرة درب عشرة استسالة بستة فراد الى متين اوم اللي هي اسمها المفاعلة السعوية اللي احنا حكينا عنها بسرعة متين اوم عايز مين؟ عايز التردد اف بتساوي كام؟ خلص كده الموضوع بقى سهل جدا تعال نشوف مع بعض هنعمل ايه؟ هتكتب له ان الاكسي سي بتساوي واحد على اتنين باي اف سي كل الحاجات عندك وتعمل آآ ضرب تقاطي يعني الاكسي سي تشيلها وتحط متين هتساوي واحد تقسيم اتنين باي مضروبة في عشرة ضرب عشرة قص سالب ستة مضروبة في مين؟ مضروبة في الاف اعادة ترتيب للمعادلة او باستخدام الالحظ باشفت سولف هتلاقي ان الاف هتساوي تسعة وسبعين وستة من عشرة هرتز يبقى انت كده جبت الايه؟ الاف سي هتقول لي مستر كان ممكن اعمل كده؟ اقول لك عايز تعمل ايه؟ هتقول لي كنتكتب ان الاكسي سي بتساوي واحد على اوميجا سي معنى كده ان الاوميجا هتساوي واحد على اكسي سي ضرب سي يعني الاوميجا هتساوي واحد قسمة اكسي سي اللي هي بمئتين اوم مضروبة في عشرة ضرب عشرة قص سالب ستة يعني كده الاوميجا هتساوي خمسمائة دي اسمها السرعة الزاوية السرعة الزاوية ولو لقيتها اسمها التردد الزاوي ما تستغربش اسمه التردد الزاوي بعد ما جبت الاوميجا ممكن تقول له ان اوميجا بتساوي اتنين باي اف يعني اف اللي هو التردد بيساوي اوميجا على اتنين باي يعني خمسمائة على اتنين باي اكيد هيديك نفس الناتج تسعة وسبعين وستة من عشرة هرتز تسعة وسبعين وستة من عشرة هرتز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته